نشاط الغدة الدرقية وعلاجها في المنزل هل تعانين من مرض في الغدة الدرقية؟ هل تبحث عن طرق لإدارتها وعلاجها في المنزل؟ إذا كان الأمر كذلك فهذي الفيديو لك سنلقي نظرة على الأنشطة المختلفة للغدة الدرقية ونناقش العلاجات الطبيعية وتغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحتك ما هي الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في الرقبة إنه جزء من جهاز الغدد الصمار ويلعب دورا مهما في تنظيم عملية التمثيل الغذائي تفرز الغدة الدرقية هرمونات تساعد في التحكم في مجموعة متنوعة من وظائف الجسم مثل معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة وحتى الوزن يمكن علاج الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية وهي حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات بمازيج من العلاج بالهرمونات البديلة وتغيير نمط الحياة يمكن أن تساعد هذه العلاجات في استعادة توازن الجسم واستعادة الأداء الطبيعي العلاج الطبيعي للغدة الدرقية في المنزل واحد حليب اللوز يعتبر حليب اللوز خيارا رائعا للأشخاص الذين يعانون من فرط ناشاط الغدة الدرقية حيث أنه مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة ويساعد في عمل الغدة الدرقية كما أنه يساعد في النمو الصحي للرضع وذلك بفضل محتواه من الكرسيوم ويوفر طعما لذيذا وأصيلا عند دمجه مع ثاكهة الفنيلية الطازجة علاوة على ذلك فإن حليب اللوز مناسب لم يعانون من خمول الغدة الدرقية لأنه يعزز عمل الغدة لذلك إذا لم يكن بإمكانك تناول حليب البقر العادي بسبب محتواه من اللكتوز فإن حليب اللوز يعود بديلا ممتازا لوجبة مغذية ولذيذة 2- عصائر الفاكهة النظام الغذائي الصحي ضروري للحفاظ على الغدة الدرقية تحت السيطرة الفواكه مثل التفاح والفرولة والباداية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للغدة الدرقية ويمكن تناولها طازجة أو على شكل عصير 3- عصير البرتقال عصير البرتقال هو مصدر مهم للتغذية الغذائية للأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أظهرت الدراسات أن عصير البرتقال يساعد على تنشيط الغدة الدرقية وكذلك انتصاص الحديد الضروري في علاج هذه الفلة يمكن أن يساعد شرب عصير البرتقال عند الاستيقاظ أيضا على تجديد مخزون الجليكوجين في الجسم وبدء إنتاج الهرمونات 4- عصير الليمون يعتبر عصير الليمون أيضا مشروبا رائعا لدعم صحة الغدة الدرقية حيث يحتوي على العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تقليل نشاط الغدة الدرقية بالإضافة إلى ذلك يمكنك صنع مشروب منظف طبيعي عن طريق مسج الكرفس والخيار والتفاح والزنجبيل والمياه الخالية من الكلور سيساعد هذا المشروب على تطهير الغدة الدرقية ويمنحك طعما رائعا نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيدا لك في فهم نشاط الغدة الدرقية وعلاجها في المنزل إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات يرجع عدم التردد في التواصل معنا يسعدنا أن نسمع منك ويسعدنا الرد على أي أسئلة قد تكون لديك شكرا لك على الوقت الذي قضيته في مشاهدة الفيديو الخاص بنا